استخدم الإطارات في الصفحة الويد بجدة أجزاء الصفحة التي تحصل إلى ثلاثة الأول على جانب وعلى قائمة بهذه المطار ولديه يحتاج إلى الموقع الكبير في مدير محتوياته هذه الرواقة للإطار الجانب هذه الإطارات بعمل مستمد ويتم تقرير عن باستخدامات الإطار حيث يتم تعريفه والخواف من هذه الصفحة للإطارات وأبعاده وملف المستمد داخل كل إطارات الأخرى من تجميع هذا الشكل داخل أنه يبع رأعا باستخدامات الإطارات داخل المستمد ومعرفة داخل الإطار في المستمد وفصحة HTML ما ذكرنا وفصحة البرنامج إن البرنامج يعمل HTML خاصة وفصحة HTML داخل الفريم خاصة الإطارات فعلى شكل الكفحة التي أمانها تقريب على ثلاثة من أربعة ملفة وملف التعريف الثلاثة الآخرية للإطارات الأخرى موذج في المستمد صائمة File R-MU ووضع إفتصال ومن الجود نضغط على Simple وربعة حواري نفتح ستظهر من نوع من خذقة الإعجاب أي من هذه يظهر وصف الجود ويظهر شكل التخطير مجيز الذي نريد يجب أن يكون باند ستظهر تقسيم الشفحة إذن كل إطار وعلى بيج يفتح HTML مفتاح من بيج لشفحة HTML لإطار HTML جديد نضغط على فكذا هذا الإطار من كونات التي بلتحكم في الشفحة نضغط بطوط الفاصلة ويتغير شكل الإطار كما نرى هنا برنامج ثانية تقسيم أخرى من الإطارات التخطير الذي أردنا تقسيم هارين رئيشيين الإطار ومن خطر شكلت من المعبع الفي يمكن الإطار إلى إطارين وذلك بسطر كولنج من أفقيين hit into rouge والإخيار شكلت أوكي فإن نضغط إلى إطارين وليحف هذا المعبع ومن خطر دليت خير đó أنجم اشتركوا في القناة